تتواصل حمل التشجيع المواطنين على التسجيل على الموقع الإلكتروني لطلاق اللقاح المداد لفيروس كورونا ومساعدتهم كذلك في عملية التسجيل وصرعة طلاق اللقاح في نفس اليوم وهي الحملة التي دشنها مدولي بالأمس للوقاية من كورونا تحت شعار مع النطمئن سجل الآن للمزيد من التفاصيل الضمب لينا مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني أحمد بعد التحية اطلعنا على الإجراء والأجواء وما يدور لديك حتى يطمئن المشاهد ويكون مشاركا معنا في هذه التغطية نعم صفة بالفعل يعني على مدار عشر الأيام تتواصل هذه الحملة التي دشنتها وزارة الصحة في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تحت عنوان معا نتطمن سجل الآن وذلك لتوعية المواطنين وتسهيل الإجراءات في عملية التسجيل نحن الآن أمام محطة قطار الجيزة في محافظة الجيزة حيث تواصلت بالفعل الحملة هنا في محافظة الجيزة منذ الساعة العاشرة صباحا بدأت في أمام جامعة القاهرة وانتقلت هنا أمام محطة قطار الجيزة وهي بعد لحظات تتجه الآن إلى مدينة أسازس من أكتوبر تقوم بالتجول في عدد من مدينة أسازس من أكتوبر ومنها منطقة الشيخ زايد وذلك لتوعية المواطنين كما ذكرت لك مصطفى أن الحملة كما تتواصل هنا في الجيزة أيضا تتواصل منذ الساعة العاشرة صباحا في محافظات الإسكندرية والقاهرة على مدار عشرة أيام تحدثت مع عدد من الأطباء وأعضاء الفرق المجتمعية التابعة لوزارة الصحة والتابعة هنا لهذه الحملة وشرحوا لي عملية التوعية التي يقومون بها للمواطنين وكذلك هناك إقبال كبير من المواطنين وتحدثت مع عدد من المواطنين الذين أعربوا عن إعجابهم الشديد بهذه الحملة وأهميتها في الوقاية من فيروس كورونا خاصة مصطفى مع التحذيرات الأخيرة للموجة الرابعة من قبراء الطب والصحة هنا في مصر إليك مصطفى في الاستوديو أحمد كثيرا من المواطنين تحدثون عن أهمية اللقاح بالإضافة للجهود المبزولة من قبل الحكومة ما الذي رصدته خلال هذه الجولات المختلفة والمتنوعة في هذه المحافظات من مدى الإقبال الشديد من جانب المواطنين نعم مصطفى هناك حرص كبير من المواطنين وتحدثت معهم على تلقي فيروس كورونا ولكن بعض المواطنين ليس لديهم الخبرة في التعامل مع وسائل الإلكترونية أو وسائل الإنترنت أو هكذا لذلك تقوم هذه الفرق الخاصة بوزارة الصحة بتيسير الدعم وتيسير الإجراءات للمواطنين الذين ليس لديهم هذه الخبرة هناك إقبال كبير مصطفى منذ ساعات الصباح منذ العاشرة الصباحا حيث بدأت الحملة هنا في محافظة الجيزة وهي متواصلة الآن وهي تتجه الآن إلى منطقة السادس من أكتوبر عليكم زملائي فلسطوري نعم شكرا جزيلا مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني شكرا جزيلا لكم